اشتركوا في القناة فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره وجسده الشريف لم تأكله الأرض قال صلى الله عليه وسلم الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وإن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام فلا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث شئتم فتعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم وللأمانة مشاهدنا الكرام فحديث تعرض علي أعمالكم حديث ضعيف عند أهل العلم وهذا الحديث جاء مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شخص يقال له عبد المجيد بن أبي رواد وهو ضعيف عند أهل العلم فالمقصود أنه حديث ضعيف لا يثبت وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعلمها أحد ينعم فيها صلى الله عليه وسلم بما أعده الله عز وجل له أما من يقول أن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم حي بجساده وروحه كحياته في الدنيا فهذا باطل لا يصح فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد مات كما مات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وقال جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وأشار بإصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهاداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ومالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بلاء بعدك هين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل دعاء أو نداء لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دعاءنا قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور فلماذا لم يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنرى جسده الشريف قال العلماء إن الله عز وجل حرم نبش القبور وهي من كبائر الذنوب فللميت حرمة لا يتجاوزها أحد من البشر فزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سنة وقربة والصلاة في مسجده شرف وغاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فالصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ونزور قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لمحبته والسلام عليه وليس الاستعانة به من دون الله عز وجل لأن هذا شرك بالله لا يجوز وفي هذا الموطن مشاهدين الكرام حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نكون كأهل الجهل يزورون القبور ليدعوا الموتى من دون الله عز وجل وليستغيثوا بهم ويطلبوا منهم المدد والعون وهذا هو الشرك الأكبر فالصحيح أنه عندما تدخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وفي هذا الموطن أيضا مشاهدين الكرام حديث إسناده ضعيف مع كونه مقطوعا روي عن نبيهة بن وهب قال كعب ما من فجر يطلع إلا وينزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عراجوا وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه وكما قلنا مشاهدين الكرام فهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف مع كونه مقطوعا فلا يصح عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وارزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وثبتنا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى